اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نلتقي اليوم آملين أن يسهم التواصل والتفاهم بين القادة في تنمية وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا ويعزز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا ويتوح فرصا أكبر للنمو والازدهار ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم تشاورا مستمرا وتنسيقا بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها وإني لعلى ثقة أن دول مجلس يمكنها التوصل إلى التفاهم والتعاون بما من شأنه أن يسهم أيضا في حل بعض القضايا الإقليمية